السلام عليكم يصل الى تونس والسودان والاخوان يسحبون دعوة المليونية الغضب يتفجر في العالمين الاسلامي والعربي وانظر بتفاقم الازمة القدس العربية هذي كمان ايضا في نفس التاريخ الذي ذكرته اليوم السبت والاحد 15 و16 ايلول 2012 28 و29 شوال 1433 هجري فهنا الاخوان في مصر يكتفون بمشاركة رمزية وسط استنفار امني وتوتر سياسي مع واشنطن يعني الان الحقيقة الذي نراه ان الولايات المتحدة الامريكية تستعمل ككرة قدم بين الليبراليين في مصر والاخوان المسلمين والسلفيين كل واحد يعني يريد ان يحقق الصوات لانه خسر الصوات في الانتخابات الماضية وان ايضا بالنسبة لتونس يعني يقول المرزوقي الرئيس المرزوقي التونسي ان هناك مخطط جهنميين يريدوا ان يزيدوا الكراهية بين الشعوب لفرض ما لا تستطيع فرضه بسناديق الاقتراع ان بعض الاحزاب وبعض الجماعات في ليبيا وفي تونس وفي مصر لانها لم تستطيع ان تفوز بسناديق الاقتراع والانتخابات فيريدوا ان يفرضوا انفسهم من خلال هذه التظاهرات وهناك خلط ايضا في مسؤولية الحكومة والشعب الامريكي وبعض عناصر الامريكان وهناك يقول المرزوقي ايضا يريدوا الناس ان يؤججوا حرب الحضارات يعني يورطوا المسلمين والولايات المتحدة بحرب طويلة الامد وايضا ذكرت بعض الناس ان اوباما يريد ان يستعمل هذه الاوراق في انتخاباته ضد رومني ورومني يريد ان يستعمل هذه الاوراق تبع الفيلم يعني ضد الاسلام وضد رسول الله صلى الله عليه وسلم في انتخاباتهم ولكن الحقيقة الناس كثير نسوا موضوع مهم ايضا وكبير ان في سوريا الناس الجيش السوري الاسدي يحرق القرآن ويمزقه والجنود السوريون 45 سنة يعانون من الضباط الكبار في الجيش السوري فالضباط الكبار في الجيش الاسدي السوري يسبون في الصباح يسبون ربه لهذا الجندي ويسبون القرآن ويسبون الدين الاسلام ويسبون امه كل يوم في الصباح ليخوفوا هذا الجندي السوري انتم لا تعرفون ان مدة 45 سنة عائلة الاسد كانت تعلم المخابرات وتعلم الجيش السوري ان يسبوا العناصر من الجنديين ويخوفوهم فيسبوا ربهم في الصباح ويسبوا الدين الاسلامي ويسبوا امهم ويسبوا اقربائهم ويسبوا كل شيء له علاقة بالدين الاسلامي اين كنتوا ايهم متظاهرين العرب خلال 45 سنة في هذا الظلم في سوريا والان اريد ان تروا فيديو مهم جدا يعني امام عينكم على اليوتيوب حرق القرآن وتنزيقه من قبل جنود الاسد والايرانيين ونداء الى العلماء الامة الاسلامية وحكامها من المسجد المدمر في خان السبل هذا من محمد حسن الدغيم بعدين الدكتور محمود الدغيم يقول في احدى اللفاعات العربية في الماضي ان الجيش الاسدي وكثير من الاعداء للصحابة كانوا يبولون على قبور الصحابة ويتكلمون على سيدة عائشة رضي الله عنها وكما تعلمون ان الضلام الاسد يرمي عشرات ومئات القضائف والصواريخ والقنابل الفراغية ويدمر اربين بناية في حلب كل يوم ويعني نسيتم الفتن ونسيتم ان رفعت الاسد قال في عام 1989 قضينا على الله وقضينا على اسلام هذا ما قاله رفعة الاسد 1989 بعد ما دمر حماه قال قضينا على شيئين اليوم قضينا على الاسلام وقضينا على الله هذا ما قاله رفعة الاسد اسألوا الشيخ كشك شوفوا الفيديوهات تبع الشيخ عبد الحميد كشك على يوتيوب موجودة وهو شاهد على المعلومات التي سمعها عن ما قال رفعة الاسد من اشرطة مسجلة ومعلومات جاءت الى مصر في تلك الفترة المهم اسمعوا هذا الفيديو وانقذ السورية ان السورية تحترق ورسول الله صلى الله عليه وسلم يحارب في سوريا ودين الاسلام يحارب في سوريا 5 سنة فاين مظاهراتكم ضد السفارة السورية وضد السفارة الروسية وضد السفارة الايرانية الذين في ايران يصممون بلاط يدوسون فيه عليه ومكتوب عليه عمر وابو بكر وعثمان وعائشة ويحاربون الصحابة وهم وزراء رسول الله صلى الله عليه وسلم والعالم اسلامي يتفرج اين انتم؟ يعني تلعبون كرة؟ تلعبون كرة الان في السياسة وفي قضية الفيلم؟ لماذا لم تأخذوا اصحاب هذا الفيلم؟ واحد اسرائيلي وعشرة اقباط مصريين لماذا لم تخذوهم الى المحكمة في امريكا او محاكمة دولية؟ وتعاقبوهم وتبحثوا من وراء هذه الفتن؟ في الماضي سلمان رجدي الف كتاب وواحد اعمل كاريكاتور في هولند وفي المستقبل سوف دائما يأتي اناسك تلعب باعصابكم وتلعب باعواطفكم يجب ان تعملوا مؤسسات تضغط على العالم الغربي وتقول له اجعل سب الرسول واجعل سب الدين الاسلامي هو ممنوع في القضاء وتسجن وتعاقب من يفعل هذه الاشياء ان اليهود سهوا قوانين سامية لحماية السامية ولحماية اليهودية ولحماية الهولوكوست ويأخذون الناس للمحاكم وانتوا قولوا نريد حماية الاسلام في دولكم ومحاكمكم فلا احد يستطيع ان يسب الاسلام ولا احد يستطيع ان يسب الرسول عليه الصلاة والسلام ولا احد يسب الله فهكذا بالعالم الغربي هناك محاكم وهناك محامين تضعوهم وهم يلاحقوا ويتابعوا الامور ولا نسمع على هذا الشريط الذي يبكي اسمع ماذا يحدث في مساجد سوريا وكيف يمزق القرآن وكيف يهاني الإسلام ويهاني الرسول ويهاني الله سبحانه وتعالى أيها العرب العرب أيها المسلمون هذا ما فعله النظام في مساجدنا في مصاحفنا في مأزلنا المصاحف تمزق ويداس عليها في سوريا في المساجد أين أنتم يا سودانيين ويا تونسيين ويا مصريين ويا ثلفيين ويا أخوان مسلمين ويا لبراليين أنا عنتم من ثورة سوريا فوق الألف مسجد مدمر في سوريا بالطائرات السورية والمصاحف إنهم عبر التاريخ جب ثقافتنا وديننا وإخلاقنا يا علماء المسلمين يا أئمة الحرمين أين أنتم مما يحدث في بلادنا أين أنتم مما يحدث في مساجدنا لديننا لأحلاقنا لثقافتنا نحن أحساب فحارة من مباد الشام هذه البلاد جميع رواها الفحارة بدمائهم وفتحوها وأعلموا فيها كلمة الله أكبر جاء المجوس جاء المجوس ليحرق مصاحفنا رسحة محمد قرآن محمد قبلة المسلمين مساجدنا أين أنتم مما يحدث؟ ما هو موقفكم؟ هذا هو القرآن الذي تدعون أنكم تقرؤونه في ردهات المساجد ليلا ونهارا انظروا ماذا فعل المجوس فيه وعيصابات الأسد ماذا تنتظرون؟ هل تنتظرون منا أن نموت كل ناس حتى يحرق في البيت الحرام ومسجد محمد؟ هل تنتظرون منها عند حمل المسجد الأقصى؟ الله أكبر هل طريق المسجد الأقصى من هاهنا؟ من مساجدنا؟ من خار السبل المجاهدة؟ من خار السبل الأحرار؟ فكما ترون وتشاهدون أيها السودانيون وأيها التونسيون وأيها الليبيون وأيها المصريون واليمنيون يعني أنتم تهدرون طاقاتكم في الهجوم على السفارات وعلى موظفين ليس لهم دخل هل يسمح لكم الإسلام بأن تهجموا على موظفين في السفارات ليس لهم دخل بالفيلم؟ هذا الفيلم المسيح لرسول صلى الله عليه وسلم هناك عشر أقباط مصريين وواحد إسرائيلي في أمريكا صوروه وجابوا فلوس ماشي؟ وهم عملوا هذه الجريمة فلماذا تهجمون على البريء؟ هذا الموظف في السفارة الليبية لماذا يهجم عليه؟ وهذا الموظف الآن في السفارة الأمريكية في ليبيا وفي تونس ما ذنبه؟ هو يعطي فياز هذا شغل يعطي فياز لأمريكا وشغل يساوي معاملات وهذا فيه تعهد هناك معاهدات ووعود بحمايته الأم الإسلامية تعهدت وبلاد المسلمين تعهدت بأن تحمي الزائر لبلادنا لا تريد هذا الإنسان؟ قل له أخرج من بلدي ولكن لا تهجم على السفارة وتحرك السفارة يعني هذا ليس بتصرف لا إسلامي تريد أن تعاقم نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم اذهب وادعو و هذه القصة صر لها من واحد جون من واحد حزيران وضع هذا الفيلم واحد حزيران في سينماية لوس انجلوس في كاليفورنيا و وضعوا بادي جار على السينما والأمريكان اسم أز منه وبعد أسبوع فشل الفيلم ولا أحد أراد عنه أن يحضره والأمريكان اسم أز منه وطلب الشعب الأمريكي أن يلغى ولكن القنوات العربية منذ أسبوعين وضعته وأججت الموضوع ما نعرف خطة سورية ولا خطة إيرانية ولا خطة من بعض الناس الذين يريدون أن يأججوا الأمر ويشغلوا الناس عن موضوع سوريا فأثاروا الموضوع مرة ثانية وانشغلت الناس في هذا الموضوع كل شهر كل سنة سيأتي واحد يتكلم على رسول الله عليه الصلاة والسلام هل سوف تحرق الناس سفارات يجب أن تلاحقوا الرجل المذنب بعينه الرجل المذنب بعينه رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة في مكة طعموا في عرضه واتهموه وشتموه عليه الصلاة والسلام عندما دخل مكة قال أنتم الطلقاء وأراد أن يحاكم فقط هؤلاء الثلاثة فقط هؤلاء الثلاثة المجرمين الذي يتكلموا عليه عليه الصلاة والسلام واتهموه لم يحرق مكة ولم يريد أن يدمر مكة فقال الأهل مكة أنتم الطلقاء هناك أحكام شرعية هناك علماء اسألوا العلماء لا تكونوا غوائيين أرجوكم ركزوا على مصاعدة الضعفاء في سوريا ركزوا على مضاعفة النساء والفنع في سوريا مليونين إنسان لاجئ ويعذبوا في السجون 200 ألف موجودين في إيران وفي سوريا يعذبون ويغتصبون ويكرهون على الكفر مئات وآلاف الفيديوهات على اليوتيوب تورجينا أنه كيف بشار يبدع الألوهية عناصره يقول الشعب قولوا لا إله إلا بشار وصلوا 45 سنة يدمروا في الشعب السوري ويعلموهم الكفر ويجبروهم على الكفر فأرجو أن يكونوا وعيين وسأدوا الثورة السورية واتقوا الله وادخلوا إلى سوريا وأنقذوها هذه سوريا مهمة بلاد الشام مهمة أنقذوها الإيرانيين يذبحوا يذبحوا الناس وناقوا يفتنوهم ويسبوا الصحابة ليلة النهارة ويسبوا وزراء رسول الله صلى الله عليه وسلم وزوجات رسول الله عليه الصلاة والسلام وفهمكم كافي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته